مع سياق دولي تواجه فيه القرى الإفريقية تحديات اقتصادية معقدة ضعفت من حدتها توترات جيوسياسية تتجوز نطاق حدود إفريقيا ينظم المنتدى الرابع للاستثمار في إفريقيا الذي اختار شعار إطلاق سلسل القيمة بإفريقيا ينظم تزامنا مع هذه الضرفية الغير المسبوقة نحن ندعم المغرب في جهود التنمية وقد أعلنت ضمن مداخلتي أن البنك الإفريقي للتنمية يعتزم تمويل مشاريع متعددة بالمغرب في سنة 2023 بقيمة 782 مليون يورو ونشهد الإجماع الكبير لمختلف القوى الاقتصادية على أن المغرب يشهد ثورة حقيقية تنموية على مختلف الأصعدة البنك الإفريقي يدعم مجموعة من المشاريع في البنيات التحتية الطرقية والمينائية بالمغرب خصوصا ما يتعلق بالطاقات النظيفة التي تراهن عليها المملكة هذا الاجتماع مخصص للاستثمار في القارة الإفريقية كما تعرفون كي نقول مؤهلات كبيرة في هذا القارة كي ندينامية مهمة جدا فمنتدى كهذا عنده هدف بشعر يمكن مستثمرين خارجين على القارة الإفريقية مؤسسة مالية دولية على هذه المؤهلات وهذه الطموحات وعلى الكفاءات كذلك المتواجدة في القارة الإفريقية وبالنظر لحجم الاحتياجات المطلوبة لتمويل التنمية في القارة الإفريقية تتعظم أهمية الدور المنوط بالقطاع الخاص لبلغ الاهداف التنموية للدول الإفريقية فالقطاع العام لا يستطيع وحده أن يوفر مجموعة الاستثمارات الضرورية بما في ذلك تلك الموجهة للقطاعات الواعدة ذات المؤهلات الغنية بفرص العمل المغرب وبفضل الرؤية الملكية والمكتسبات المتراكمة طيلة السنوات الماضية خصوصا منذ سنة 2014 وإلى الآن انتقلت قيمة استثمارات المملكة في أفريقيا من 100 مليون درهم إلى أزيد من 800 مليون درهم في القارة الإفريقية نحن ثاني بلد يستثمر في القارة في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة لا سيما في قطاع البناء والأشغال العمومية والقطاع المصرفي والفلاحة والصناعة الدوائية فخامة رئيس جزر القمر وأيضا بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي ركز في مداخلته على تقييم لمختلف المنجزات على مستوى المنظمة الإفريقية خصوصا ما يتعلق بريادة الأعمال والمكتسبات المحققة في تذليل الصعاب أمام المبادلات التجارية بين دول القارة وهنا جاء الحديث عن تقدم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية الدورات الثلاثة السابقة لأيام السوق اشتدبت اهتمامات استثمارية تراكمية بقيمة تتجاوز 142 مليار دولار مليكي لأن إفريقيا الزاخرة بفرص الاستثمار تحتاج اليوم إلى مبادرات جرية لتحرير كل طاقاتها وإمكانياتها